يعني خلي نقول الوضع العراقي هسا بدأ شوي الأمور تستقر الأمن يستقر خلي نقول شون يأثر على الوضع أيضا الاقتصادي عدنا مشاريع استثمار ربما عدنا احنا ما عدنا أي استقرار والاستقرار كان استقرارا وهميا لعدة أشهر وذلك للفصائل المقاومة للفصائل المقاومة أعطت مهلة للسيد السوداني إخراج القوات الأمريكية وهنا سحبت نفسها من الدعم السياسي فهذه نقطة فوق صفر مثل ما نقول أنه المقاومة اليوم لا تدعم الخيار الحكومي وذلك لتباطئ الحكومة السوداني بإخراج القوات الأمريكية سيقولون أنه أكون مباحثات وإيضا زيارات مائية سوي مباحثات ومفاوضات لكنها حتى الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع والكادر الأمني كله الذي ذهب لواشنطن رح أقري البيانة لا تقري من البيان العراقي لا أقري البيانة الأمريكية لم يذكر كلمة انسحاب بل يذكر بالتحديد العراق جزء من تعزيز الأمن القيمي وشنو هذا معناه تعزيز الأمن القيمي وأيضا ذكر الخطاب الأمريكي أو البيانة الأمريكية ذكر بالإضافة بأننا نستعد لتوقيع مذكرة ثنائية مستدام وأيضا ذكر بأن وهذه طبعا المذكرة الثنائية ستستمر لعدة السنوات يحطوها يعني ما تعرفين بعد الشوكة يقعدون ويكتبون هاي المذكرة المذكرة يقول لش تستمر لعدة السنوات يالله يكملوها أيضا إذا ترجعين أيضا لنقطة أساسية في ضمن البيانة الأمريكية بخصوص السعب يعني هما ما عدهم يعني عادي إذا التحالف يعني عملية التحالف خلي نقعد ونحدد خطوط لطبيعة نوع عمل التحالف يعني قوة التحالف وأنا قلت شيئا هناك بعض القيادات نقول لك عادي خلي تطلع التحالف ومن يقب التحالف ترى بعضها تبضعت عشرات من 2017 أكثر القوات الأجنبية الأخرى الفرنسية والإيطالية انسعبت ما ضلت ترى يعني بضعة عشرات يعني عشرين جندي ثلاثين جندي من فلان دولة يعتبر هذا وجود ما يعتبر وجود لكن الوجود الأكبر والمحافظة عليه والوجود الأمريكي 2500 جندي طيب هذه 2500 جندي أمريكي يقول لك إحنا الحكومة تقول مستشارين هو هذا أيضا ذكره بالبيان في حال في حال وراء مذكرة التفاهم وأنه طلعنا أيضا وصفوا بتوصيف بثلاثة عبارات بأنه سيستمر الوجود الأمريكي على ثلاثة أشكال ضباط الإتصالات وهم أمريكان وضباط التدريب وهم أمريكان وضباط اللي خاصين بالتجهيزات العسكرية للمعدات العسكرية الأمريكية اللي عدنا اسلعتنا أمريكية وإيضا أمريكان زين ذولة لا حيبقون بدون حماية لا لا حيبقون أيضا حماية أمريكان فبالتالي الوجود الأمريكي موجود وباقي وهذا ما تدركه فصائل المقاومة